نعتبر عبدالس قيمة 100K الدكال ي other way to stable ذا كان يجب كل جدا برضو في النظري في الجزء النظري من الشبتر قلنا انه شباب ما يكون عنا بيم هذا شباب عورا شكل بيم فيه عنا هاي ستيل في الاسفل وبلاقي هذا كونكريت فايش راح نسوي يا شباب راح نهمل راح نكون عن المهمة المطبق بالشكل هذا ما دينا هو قيمته مية راح يكون مطبق من الاسفل الى الاعلى ليش لانه الشد حيكون بالاسفل والبغض حيكون بالاعلى لالكومبريشن بتحملوا كونكريت والشد من الاسفل بتحملوا مين لستيل فايش راح نحلي شباب قلنا بالحالة هادي ضريقة الحل راح نفرض دينوترا الاكسس في نقطة معينة هنا ونقول النص التحتين راح نفرض نحمل فيه الكونكريت ونخلي بس لستيل ونقول انه عنا ايش بنسبة للاسفل هنا هنقول ان ضرب الاريا للاستيل ايش هاتف شباب الايلي الكبير على الصغرين الكبير راح تلاقي اللي هو عبارة عن التسعة وعشرين فعشر اولستة على تلاتة مغصر ستة اثنين خمسة فعشر اولستة اللي هي الايلي الاسفل على اي بالكونكريت ونظر انها فى شوف الانه الجهة تمانية طيب نظر بلان نضرب الاريا استيل ايش هاتف ساوي ثمانية ضرب الاريا للاستيل شبابوا واحد ما بقواوا مساحة دائرة ضرب أربعة عشان عددهم أربعة ضرب مساحة الدارة بايع على أربعة دي تربيه بايع على أربعة دي تربيه حل مساحة سيخ واحة ضرب أربعة بطلع مساحة الأربعة السياخ ضرب ثماني إلي هي الان فطلع معنا ناس جاهزة سوف نحسب ميل الممنت اف انيرشا لحظة الشكل تبعنا كيف راح يصير شباب قلنا اللي شرحنا برضو سيكون عبر عن إيش الان اس اللي هي عبر عن منه أهملنا جزء الكونكريت بالنسبة للشد وخلنا جزء الكونكريت في منطقة الضغر سوف نحسب شباب منت اف انيرشا ايش راح يصير عبارة عن ايش شباب منت اف انيرشا لو جنا نحسب شباب قبل نحسب مكان سنترويد الشكل تبعنا كيف راح نحسبوه زي ما قلنا شبابنا نقول القطعة العلوية مسحتها ضرب المسافة من سنترها لعند النيترال اكسس زي بدا تساوي مسافة السفلية ضرب مسافة من سنترها لعند النيترال اكسسس اذا نعوض فيه الكلام هذا لو بالنسبة للقطعة العلوية هادي هنعملها قطعتين قطعة الاولى عبر عن ايش رقع اثنين هادي عبر عن قديش؟ اربعة وعشرين ضرب اربعة اربعة وعشرين ضرب اربعة ضرب المسافة من عند سنتر الاربعة وعشرين با اربعة هادي اللي هي سنترها قديش؟ هل اقعد اثنين ضرب المسافة نعمل ما نتصل مين؟ اللي هو النيترال اكسسس احنا مش حافل مكانه فرضنا احنا المسافة من عند اللهم صلى الله عليه وسلم محمد من عند اسفل الفلانج لعند النيترال اكسس اكس المسافة المتبقية من عند النيترال اكسس اللي احنا فرضناه لعند سنتر الاسياخ تلتعاش ونص ناقص اكس تمام؟ طبعا كيف جمنا تلتعاش ونص شباب؟ لاحظوا مسافة كلها معي عشرين تمام؟ اكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس وقالنا اطناعش اللي هي عبارة عن اربعة ضرب اربعة وعشرين ضرب اثنين زائد اللي هي نصف الاربعة زائد اكس طيب زائد بالنسبة للرقبة هادي ايش ها يكون عندك او الاريا تبعتها ضرب المسافة ايش ها يكون اثنين او اطناعش اللي هو عبارة عن ايش عبارة عن اطناعش اللي هو العرض ضرب اكس ضرب اكس على اثنين كل هذا يساوي مين يا شباب سيساوي الاريا للسطيل ان في الاريا للسطيل اللي حسبناها في البداية ضرب ايش المسافة من عند سنتر الاريا للسطيل ضرب ايش ومعادلة كاملة ان تشاهد مجهور غير الاكس بنحسب اكس ايش ها يتطلع معناه قديش واحد فاصل واحد خمسة انش قيمة الاكس هادي واحد فاصل واحد خمسة انش نحن 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 نعيش ايش لا الهزاء الموجودة عنها شكل هذا وهذا وهذا اول حاجة نعوض بالنسبة للقطع الاولى نقول ايش مستطيل ايش 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 المستطيل الصغير هذا الحال ومنطبقش على الانترال اكس ايش 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 يعبار عن ايش ان ايش 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 hands ايش او 1.5 تمام او في 2 سائز 1.1.5 يعني نصل الـ طيب زائد بالنسبة للستيل اللي هي الاريا مباشرة 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 او الاريا دي تربيع بس مباشرة فهي الاريا جاهزنا حسبناها وقلعت ماها 25.13 ضرب الدي تربيع ما سيجعل الشباب او المسافة من عين سنتر الحديد عند عين سنتر الحديد ستطلع هنا 13.5 ناقص الاكس الاخس لقدرنا 1.5 ثم او الاريا ثم نحسب الاريا جاهزنا 4919.5.3 انش اس اربعة هكذا حسبنا احنا مين ويمكن نتقف الاركة نعموز القوانين او سيجما او ماذا سيجعل او ان بالنسبة للكونكريت ستساوي mc على i بالنسبة للستيل ستساوي n في mc على i طبعا قلنا لاحظوا في البسط الى الاستيل سنضربها في mc هذه المعلومة يجب أن يكون حافظينها ثمانية ضرب mc على i ثمانية ضرب المومنت ما أعطينا إياه المومنت جاهز مية ضرب عشر وثلاثة ضرب السي المساف بين السيل لأننا نصل هنا 13.5 نقص x ضرب 12 لأننا شبب المومنت المدينة إياها المية ضد فوت والباقي كله لدينا بالإنش سنحول ضرب 12 على i ثابتة للشكل كله بالنسبة للكونكريت ضرب المسافة ستكون أربعة زائد واحد ضرب 12 تحويل على i ثابتة نحسب لدينا سيجما للستيل هذا السؤال يا شباب موضوع أسئلة امتحان سؤال يعني تقليدي ولكن بيجي في امتحانات مهم وسهل برضو يعني شباب السؤال وتعودنا عنه نجيب عليك شباب على نوعية جديدة من الأسئلة يجب عليك نوعين ذات ويجب عليك نوعين ذات ويجب عليك قيمة بي هذي ثمانية فبشو طالب منا؟ بده نقطة سيجما عنده نقطة ا عنده نقطة بي في المسألة هذي يا شباب أنا لما أجل لي بدي نقطة ا عنده نقطة بي لاحظوا القوة معي مش جاي عن نقطة ا او نقطة بي فأنا بدي اروح اش اسوي بدي انجل القوة تباعتي عند اللي هو ايش عند او بي فراح ايش اسوي شباب رح اعمل قطع عند ا و ب رح نعمل قطع عند ا و ب ونعمل summation f بال واي ايش رح تسوي او summation f بال اكس بالف ون رح تطلع معنا قديش يا شباب انه قيمة البي اللي هي ثمانية في الاسفل رح تطلع معنا ايش مقابل لها قوة ثمانية عند ال اي بي رح تفهم اكثر اعملنا قطع عند ال اي بي يا شباب وقلنا summation f بال اكس او summation f بال اكس او summation f بال اكس بسوي 0 فاطلع معنا القوة لها ثمانية بتقابلها قوة قديش منها شباب ثمانية طبعا في عنا شير و summation f بال واي بتلاقيها 0 ومتلاقيها ولا هاش قيمة وضلع عنا قياش نجيب قيمة الممنت قديش قيمة الممنت يا شباب هتكون عبارة عن قوة ضرب ذراع له قوة عبارة عن ثمانية فعشر او ثلاثة ضرب الذراع لاحظوا نجيبه من ايش من خلال الصورة اللي هو الثلاثة وثلاثين اللي كيف جبناها اللي عبارة عن ايش يا شباب 45 ناقص نص نص الاربعة وعشرين اللي هي اتناعش خمسة ربعين ناقص اتناعش اللي بيكون جبنا القوة في سنتر او مبين او بي او سنتر الشكل لما نقصوا اللي هي هي فهيك شباب يكون حسبنا قيمة الممنت وقيمة البي يعني لاحظوا اللي تلاحظوا معي النقطة اي ونقطة بي شو بأثر عليهم اكسيال لود اللي هو بي تمانية فعشرة وثلاثة وبأثر عليهم ايضا من ممنت طلعا في ايش منهم شد و ايش منهم ضغط الاي مثلا كومبريشن البي تنشن طيب نجي نعوض بالحل تبعنا كما قلنا كلمة حسبناها 8.10 أو سترة ضرب مين او ثلاثة ثلاثة ثلاثين من ميلي لميتا الاي يشباب نسبه للشكل تبعنا شكل مستطيل هذا الشكل تبعنا اي بنحسب المقطع تبعنا اي مستطيل واحد على اطنائش بي ايش تكعيد راح نكعب مين الاربعة وعشرين تكعي بي شباب والثلاثين هي حتكون عنا ايش موازنة للأكسيس طبعا نضرب عشرة ثلاثة عشرة بي اتناعش من مليميتر مربع اس اربعة ل متر اس اربعة حسبنا المومنت يا شباب وحسبنا ال i طبعا نطبق القانون العام طبعا لانو عنا قلنا هاي مباشرة وفي عنا اكسيال وفي عنا ايش في عنا اكسيال وهي قوة وفي عنا ايش عزم مومنت الاسترس اللي اجمل الاكسيال بنقول عنه ايش بنحزل من خلال b على اي الاسترس اللي اجمل المومنت او العزم حسب الشبتر الجديد امسي على i فراح نعود بس بردو قولنا يا شباب انه ايش ال b على اي او الامسي على اي ممكن تكون موجب ممكن تكون سالبة الكمبريشن بالتنتين سالب الكمبريشن بالتنتين يعني تنتين ايش موجبها لاحظوا عنا بنا نحسب اول حجرة نقطة اي ال b في الحالة هاي شباب كانها هي القوة بتضغط على كامل المقطع فكان المقطع معرض لايش لكمبريشن يعني بالنسبة لل b معرضة لكمبريشن كومبريشن يبدأ اشبع راح احط هنا سالب b على اي نجي بالنسبة لل مي بالنسبة لل ممنت للممنت الشباب تجاهه ولاحظوا هي تجاه الممنت اما تجاه الممنت الشباب تبعنا من اسفل لأعلى يعني قاعد بشد في b و بضغط على اي احنا بنحسب لأي و بضغط على اي بضغط على اي بدا ايش مبرش المرض و بحاول نقول ايش سالب امسي على اي هاي قلون تبعنا راح نعوض فيه السالب زي ما هو ال b مدنية 18 و 3 على الاريا مساحة المقرأ تبعنا اللي هو هي 24 في 30 مدنية هاي البعد الثاني 30 بس نحولها برضو لمتا نناقص ام سي على اي الام شباب اللي هي عبر على الممنت اللي هي حسبناها نقولنا قديش اللي هي هي بالأعلى تمانية وفعشرة ضرب بونت او ثلاثة ثلاثة ضرب السي مسافة من سنتر الشكل اللي عند ايش ابعاد نقطة او اللي هي اللي عنده نقطة نحسب لها اللي هي ايش اي نصف الاربع عشرين يعني اطمائش بس حولناها على الاي اللي هي موجودة عندها هيني حسبتها نفس الشغلة بنسبة لبي بس راح تكون عندنا مين موجب لمين للامسي على اي ليش لانها تكون تنشن من عند البي لازو نفس الشغلة بس عندي موجب لعند البي هيك كنت شباب ايش خلصنا السؤال طبعا في مطلوب اضافي حاطب باش مهندس و سيم لو طلب منك موقع لنترال اكسس طبعا طريق هذه الشباب لازم تفهموها تلزمنا في حال الاسئلة اسهل وابسط من كثير شغلات ثانية كيف نرسمها يا شباب هادي بنحط خط رأسي اللي هو هذا خط الرأسي وبمثل المسافة تبعت المقنى تبعنا اللي هي الاربع وعشرين يعني طبعا احنا بالاعلى اللي هي عندنا نقطة اي كان عندها قيمة المومنت تبعتنا بالاعلى كانت بي ولا اي بالاعلى كانت عندنا مين بي بي كان قيمة المومنت عندها او الاسترس الشباب عندها قديش موجب ثمانين موجب اخدها على اليمين او على اسف ومش قصة يعني اخد شحطة على اليمين وابران قديش ثمانين بالاسفل كانت عندنا مين عندنا اي كان قيمة الاسترس عندها قديش الشباب سالب مية واثنين او اتجاه المعاكس لثمانين يعني هم واحدة موجبها علي عشقة والتالي عشقة الثاني او اطلع معنا الشكل اي العمود لو طول اتبعنا اربعة وعشرين عجمي منه ثمانين فاصل ستة وعلى اليصار مية واثنين فاصل ثمانين لو مع كوسين برضو مش هتفرق يعني لو حطيت الثمانين على اليصار والمية واثنين على اليمين مش رح تفرق فالمهم من الشكل اللي بطلع عنا شباب هادا بس عنا نقدر نجيب ايش من تشابه المثلاتات بنقدر نجيب المسافة اكس من خلال هاد المسافة اكس هي من حد مين النقطة اللي بكون عندها صفر استرس اللي بكون عندها يعني هو ايش النيوترال اكسس النيوترال اكسس قولنا استرس عنده قديش زيرو كيف بدأ اجيبها طبعا المسافة كلها اربعة وعشرين افرض هاد المسافة اكس او هادة مش رح تفرق برضو واحظوا يعني الشغلة فيها سهولة كتير فالطبع نسافة اكس يبقى الباقي قداش حلال عنا الاربعة وعشرين نقص اكس طيب من تشابه المثلاتات رح نقول القاعدة هادة على الطول هادا ايش رح تساوي القاعدة هادة على الطول هادا رح يساوي بعض اما ان تساوي من بعض فاش عنا مجموع غير الاكس يا شباب طار بتبادله بنطلع من جمع الاقام جم بعض والاكس جم بعض بنحسل قيمة اكس هذا معنا 10.5.7.5.4.7 ملم هاي شباب مطلوب رح يطلب عنا في اسئلة تحت رح يتزامنا يعني طريقة حسابه سهلة وبسيطة بعدك يا شباب نيجي برضو على سؤال جديد بقول لك A vertical force B 20 KB بقول لك ان هاي القوة هادة بي متأثر عنا نقدرها 20 مطبقة عنده نقطة C بقول لك located on the axis of symmetry of cross section of a short column بقول لك اذا علمت ان المسافة Y بتسوي خمسة وعلى الرسم هاي من عند ابعض نقطة في المقطة لعند center C بتسوي خمسة بقول لك تذيب لي بتحديد لك ايش بتحديد لك ايضا بتحديد لك بطرفة ايش قبل ابدأ احسب الشباب مش هقدر احسب الشكل تبعنا كله بدي احسب من خلال الطريقة اللي حكناها هذي راح اقول قطعة اولى و قطعة ثانية القطعة الاولى هو عبارة عن المستطيل العلوي القطعة الثانية عبارة عن المستطيل السفلي راح نقول بالنسبة انه اول حاجة الاريا بالنسبة للمستطيل العلوي ايش راح تساوي الطول في العرض ستة ضرب اثنين ضرب الوايبار تبعته بدي اخد المرجع تبعي هو الارض هانا عندي نقطة ايه هذا المرجع بدي اخدو اللي هو عبارة عن نقول الوايبار عبارة عن ايش من سنتر الشكل الاول للمرجع اللي انا اخدته سنتر و قديش نص لاثنين اللي هو واحد بعدها عن المرجع اللي انا اخدته قديش واحد زائد الاربعة هذي بيطلع خمسة يعني طيب بنائما بالنسبة للمستطيل الثاني بالطول لاحقار فال ävenبداق العبادة القديش مرة اقتنى اه yourself ص Berщо ohhhh طيب ضرب الوايبار شباب الثاني الشكل الان بحسب له هو السنتر و علي البعض 2 من اخر Koh έχنحنه انه ايه شكل مرة سنتر من سنتر الشكل الين المرجع اللي عندما احددته هنا عن عبارة عن قديش اثنين صار معنا الاريا والوايبار جاهز من ضرب ايضاني ضرب الوايبار مرة اهو عبارا عن ايش ١٤× ٰ ٦ atenção نجمع الاريا الكلية ونجمع الاريا زائد الواي بار نقسم الاريا ضرب الواي بار هي 76 على 20 ونظر معنا مين الواي بار طلعت معنا الواي بار قدرشة شباب 3.8 انش ضلن حدد مين شباب اي او المومنت اف انيرشة المومنت اف انيرشة شباب لشكل تبع على نفس نظام يعني منذ الكرنج فيها هي هي وعلى 12 بيئات الشكعيب بالنسبة للجزئية الاولى والسنتر طبع ومش منطبق على السنترويد سنقول زائد ايلي تربيع بيئات الشئ يعطي نانية عني فقد قمت بحضل جزئيه ولا في جزئيه اى الأولى كان يزالها الى اي رمي بالشكل ثم تتجين الآن الاريا طيب بعد اي اي شباب اي اي شباب نحسب مباشرة راح نقول عنا قيمة قوة ب 20 اعتقد ادان اياها 20 راح نضرب العشنا هذه ضرب الدراع وهنا هي الضرب 1.2 بتدينا مين بتدينا يا شباب قيمة المومنت او العزم الإن حوصو عبرى 20 و3 ضرب 1.2 فتصى عمان قيمة المومن طبعا ايش هاي شباب اللي هي الدراع القوة مؤثر عنده نقطة C والدراع له عبارة مسافة مبين النقطة المؤثر عندها نقطة نترال اكسس نقطة C عبارة عن نقطة C تبعد عن نترال اكسس مسافة قديش 1.2 اللي هي عبارة عن ايش هاي شباب نص الاثنين والبوينت اثنين اللي ضلت من هنا 1.2 تمام واحد فاصل اثنين. طيب معنى مومنت ومعنى بي بنقدر قلنا القانون المباشرة زال او نقص بي على اي زال او نقص امسي على اي. طبعا بالنسبة لها الشكل كله كومبرشن. كل الشكل كومبرشن. يعني لاحظه البي تضغط على الشكل كله. فعنده نقطة اي هو طالب عنده نقطة مين اي وبي. التنتين راح يكونوا ايش ضغط عليهم. طبعا نقولك التنتين سالب اسم من ان ش cooper هاتف ايدو القنات. ان ننجد ع compañ متوفرة شون ضغط عليه يكون دقاشت لنينبزق الموحدة بالنسبة لي اولا نقص beslهر البي بنسبة له وسببها اي عبر مشفر صنع على الشكل الطبيعي نقص بي لنفس perdسهر بي إلى مينتوب وت rzeczywiście التنتين مع 20 ق landing 2 اي وفي اللحظه البي بنسبة للقانون. بل جهاز اتباع بنـ Face Having aI suction أي شيء تشد. ام حرك Site الموجودة معنا المسافة من سنتر المسافة من كل نقطة لعند مين ونصر من نتر الأكسس بالنسبة للأولى هتكون الهي الاثنين والواحد فاصل بالنسبة للنقطة ايه النقطة ايه هي بالأسفل ايه هي المسافة الوقت معنا 3.80 بالنسبة للنقطة اتجاهها القوة تضغط هنا تخيل انه كأنه ممسوق من هنا او اشي فبصير انه كأنه بدين تاني من النص الشكل تخيلوا راح تلاقي ان المومنت تبعتنا او هي المومنت تأثر بنفس اتجاه تأثير القوة يعني كأنها تخيل القوة كأنها بتسحب من الاسفل وتضغط في الاعلى يعني تقريبا زي هي كوة تخيل تبع الاتجاه هذا يعني كيف عملنا ان هذه هي تنتر المرشن وتخيل ان المومنت بنفس اتجاه القوة كأنه بيجي بيسحب من عندي الايه وبتضغط في نفس اتجاه القوة بايه اه هيك شباب نكون خلصنا السؤال هذا ضل عن المعقوب الاخير فيه بدل من نترال اكسسس طلعا قولنا شباب نترال اكسس نفس الطريقة بنرسم خط رأسي بمثل اللي هو الطول تبعنا اللي هو الستة بنرسم طلعا طلعا قيمة سيجما بي وسيجما اي قيمة موجب وقيمة سالبة هاي قيمة اي طلعت معنا خمسمائة ستة وسبعين موجب قيمة فيه عبارة عن ايش سالب ألف تسعمية واثنائش بصل بينهم افرز ستة واحدة فيهم اكس وواحدة ستة نقص اكس بنت شباب من ثلاثات قاعدة هادي على طول هذا بتساور قاعدة هادي على طول هذا بطلعها معنا مين قيمة اكس بساعة واحدة ثلاثة ثمانية تفسعة انش نجع السؤال القبل الاخير شباب بقولك اذا كابل ام is applied to beam of cross section shown in a plan forming an angle beta with the vertical مع الرأس يقولك شباب انو يعني عندنا مومنت مطبق بحيث انو بعمل زاوية بمعنا نقولنا بنا نحلله بصين وكوزين وشغلة برضو ايش يعني سهر وبسيطة ان شاء الله نطلوب تبعا بدو لسترس عندو نقطة A وB وD مباشرة شباب اول حاجة بدي اجيه احلل المومنت تبعها 25 هالا بلقول اه 25 في كوزين اه 15 طبعا بالتشابه بنجيب الزاوية هذه نطلوب 15 هنا في 15 نقل 25 كوزين و15 هاليا بقيمة المومنت تجاه ايش زد 25 سين ال 15 ابقيمة المومنت تجاه ي فرح تطع معنا اشباب قيمة المومنت تجاه ي وتجاه زد جاهز رح نتجيب ملحين من المومنت بيتجاه محور Y و محور Z نحن نبقى القطعة الإولى الثانية لما نتخيل طاقة المحور Y نحن اجرب أحواله حاوله شباب انه يضتدور حوالين Y يعني شك أنه يتخيله ماذا هو البعد الذي سنكعبه او مباشرة معنا نترال اكسز هنكون عارفينه افقي بتكون منكعب من الرأسيات بينما في حالة الزد بنكعب لو كان نترال اكسز بتجاه الزد باتجاه الواي حنكعب من الافقيات يعني كيف فهمكم ايام الضبط لما نقول حول محور واي يعني هنا مفيش نترال اكسز نبين فرح نقول باتجاه الموازن الموازن للموازن راح نكعبه والعمودي بنكعبوش بالنسبة للحيش نتعد ورحم حول محور ويف resposta راح نتغير على محور أن حالة الزد بنكتاز أو بالضبط ستتخيله مع تجاه السام هذا بسحب من عندي A و ضغط عن B وهم هذا تجاه الموازي و العمودي بديك تفهمها بس من اللي راح ينكعبه في المونت تخيل المونت يا شباب هو هذا هو نفسه بدي يلف حوال محور Z نفس الشكل المرسوم عنه تخيله من أسفل لا أنا بدي نلف حوال محور Z فحالة Z راح ينكعب مين؟ الموازي إلو 80 و 80 في حالة Y راح يلف حوال محور Y من A إلى B سنكعب مين؟ الموازي إلو اللي سيكون عندنا قديش؟ اللي هو بالأسفل اللي هو الثلاثين والست والتسعين طيب نعاوض الشاب مباشرة I و Y ستساوي 11-12 بيه اش تكعب بالنسبة لقطعة الأولى 11-12 ضرب 80 ضرب 90 تكعب هاي تسعين من أسفل 30 و 30 و 30 هادي الشكل يعني إجمع 30-30-30 كعبنا التسعين ليش يا شباب؟ قلنا تخيله بسحب من عند الـ المومنت و بضغط عند الـ هاي هيك فمين الموازي إلو؟ اللي هو إيش التسعين هاي زائد اللي هو إيش 1-12 بالنسبة لقطعة الثانية هاي 1-12 1-12 ضرب 30 تكعب ضرب 80 ليش قلنا تلك تكعب؟ انها بتكون هي موازية للمومنت فبطلب على الـ Y جاهل نحسب الـ I-Z تخيل المومنت حول محور Z فبتكون مين موازي إلها في الأبعاد الرأسية هاي طيب بالنسبة لقطعة الأولى 1-12 في تسعين في الثمانين تكعيب زائد 1-12 في الثلاثين 1-12 في الثلاثين ضرب 80 تكعيب مرة ثانية 1-12 بس لقطعة شباب يعني عشان برضو هاي شغلة إليت عنا المومنت أوف انيرشا حول محور Y اللي هو يعني المحور Y تبعنا كأنه بمر بسنتر الشكل المربع الجزء العلوي اللي فوق بمر بشكل أو بسنتر طبعا بينما محور زد يا شباب بمرش بمحور بسنترويد الشكل A-B هذا المربع العلوي ولا بمر بسنتر المربع السفلي أو المسطين السفلي فلذلك يا شباب في حالة Y سنستخدم زائد ed تربية ببساطة لماذا؟ لأنه محور Y بمر بسنتر محور Y بمر بسنتر الشكل العلوي أو جزء العلوي المصدين العلوي ومر بسنتر بمستطين السفلي بينما محور زد يا شباب مثلا أنتظم حول زائد التربية حول زائد يمر محور Z طبع يادر ايضاء نسب tern indigenous علوي زال ايضاء نسب ثمانيون ثمانيون سانتر على بعد أربعين من الأسفل. أربعين يضل لدينا أربعين. زاد العشرين. هل يطلع ستين. حسبنا الآية يا شباب ومعنا قيمة المومنت. راح نعود مباشرة في القانون تبعنا أن السيجما ستساوي أمسي على آي. زاد أو نقص أمسي على آي. بالنسبة لكل نقطة. بالنسبة لنقطة A. لاحظوا هي تجاه المومنت هايو هذا يا شباب. لما نقول بالنسبة للمومنت زد. ما ستكون بالنسبة لأ شد أو لضغط؟ ستكون عبر عن ضغط. بالنسبة لأ ولأ بي. بالنسبة للمحور زد. قد ضغط. كأنه يضغط على الـتنتين. ويسحب من عند الـd ونقص أم نقص عند الـb. لأنه بالنسبة للمومنت محور Y موجب عند A ونغيب عند B لأنه يسحب من عند A ويضغط عند B التعاون يبين ذلك أيضاً بالنسبة للمومنت محور Y موجب لأنه يسحب من عند A ويضغط عند C ويضغط عند B و D سنعود للمومنت موجود معنا بالأعلى جبناه له عبارة عن 25 صان 15 طيب معنا 6.47 بس نضرب 10 أو 6 لأنه بالكيلو ضرب الزراع له هو الـ C على I طبعاً جبناها الـ IY معروف لحالها ناقص بالنسبة للمومنت نتج من زد عنده النقطة A سيكون عبارة عن قد A ويضغط معنا قيمة المومنت زد ضرب الزراع على الـ I حول محور Z عنده نقطة B نفس الشغلة شباب راح يقول عنده نقطة B اللي هو من مومنت تبع Z بيكون عندها IY يعني سالب ومن مومنت تبع Y برضو IY سالب إيجبت تنتين قمتين سالبة يلاحظوا سالبات راح نعود القيم كلها موجودة عندنا في الشغلة فيها جديدة يا شباب هيك بيكون الشبب خلص له مطلوب تبعنا ضل عندنا مطلوب الأخير له هو بحب سيجما أو الاسترس حول نقطة D عنده نقطة دية شباب مين موجب ومين سالب اللي هو بالنسبة للمومنت تبع Z بيكون بيسحب من عند D ويضغط عند AB بيكون موجب عند D بالنسبة لـ Y سيكون بيسحب من الشغلة A بيضغط عند B يبقى A نقطة دية شباب هيراحتون نقطة دية شباب هيراحتون نقطة دية شباب تبع Y نقطة دية شباب وتبع Z نقطة دية شباب نفس القيم كلها موجودة معنا بنعوضها بيكون سهل وبسيط إن شاء الله آخر سؤال يا شباب سيكون بيكون سهل بيكون ألا نقطة دية شباب تبعته 12 مليمتر بيكون بيكون بتبع نقطة ا ألا نقطة نقطة بيكون 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 طيب الحال دائما برضو سهل سهل وبسيط اي الحال تابعو اول حاجة نفس النظام تابع السؤال اللي قبل شوية حلناه راح يجب من تقف ناشي حول محور زد وحول محور واي بنفس الطريقة بس الفكرة الجديدة هنا يا شباب انه ايش الشكل عنا يعني احنا لما راح نطلع عليه يكون مفرغ من النص راح اصدو هنا لو ايجي تطلع من اليمين من هنا يا شباب راح تلاقي انه ايش مفرغ ثمنا نحسب place spot per area تبعته ونحسب الى المستطيل كله ونحصل المستطيل للي hears نفس الشرع النفس مفرغ الناقص الو منزل كله ناقص المفرغ منه فهين نفس الشرع المنا الى 12 و بلدى 75 و 250 المائي طرحنا منها مين؟ طبعاً لأبعاد تبعتنا البعد الخارجي سأمدك إياه جاهز الطول هذا 125 وهذا 75 قيل لك السماكة 12 يا شباب فأنا كيف دعسل أم بسير الطول الكل عندي هذا 125 كله ناقص 12 من فوق و ناقص 16 من الداخل فقدر أحسب مين؟ اللي هو البعد الداخلي نفس الشرف الاتجاه الثاني الطول هذا كله 75 ناقص 12 من اليمين و 12 من الاشمال اللي هم مين السماكة يعني طبعاً عندي قديش؟ 75 ناقص 12 ناقص 12 طبعاً عندي 51 يعني هم هاي من قيم هاي كيف جيبنا 51 و المية و واحد طبعاً معنا شباب ايش؟ طبعاً شباب ايش؟ طبعاً عبر محور زد طبعاً قمتها واحد عبارة عن 7.8283 فعشر السلب ستة متر أس أربعة ناقص الشغلة حول محور روايب نحسبها شغلة سهلة وبسيطة الاريا لاحظوا زي ما قلت لكم نحسب المستطيل كله 75 مية و 125 ناقص المستطيل الداخل الفارغ 51 در 101 و قلنا كيف جيبناهم 51 و 101 طرحنا السماكة من الجهتين يعني فضلت معنا الاريا بعدها شباب ايش راح تقولنا البي طبعاً عننا احنا نتيجنا هنا من لول اكس ياللول اللي هو عبارة عن قوة يعني و نتيج من عزم اللي هو مومن البي عبارة عن قديش جماعهم الثلاثة الاربعة الاربعة وثمانية وعشرين وثمانية وعشرين جمعناهم جمع بطل معنا سبعين في عشر وثلاثة النيوتن طيح بضل على المومنت حول محور زدة شباب كيف راح نجيبها المومنت حول محور زدة اشار هي محور زد راح نقول سمعش المومنت حول محور زد لدينا القوة لاحظوها بالشكل هذا حول محور زد اذا هو ايش هاي محور زد راح نقول أربعة طاعش ضرب المسافة اللي عند نص المحور زد ليه نص المسافة نصف مية و خمس و عشرين 14 ضرب 62.5 بقابلها مين؟ عكسها ناقص 28 في 62.5 ناقص 28 في 62.5 بتطلع معنا القيمة هذه هي ناقص 62.5 ضرب 14 زائد 62.5 ضرب 28 زائد 62.5 ضرب 28 القوتين اللي في الأسفل ضرب الدرع من عند القوة كل قوة منهم لعندما نصل مين؟ محور ذدل وفو النص بقابلهم مين؟ الـ 14 ضرب الزرع تبعها طبعا نهيرة أصغر قد هي أخذ لتجاه هذا هو السلب يعني عالي ممكن تفرض مثل لتجاه الآخر هو السلب لما من حول محور وي يشاركوا يلاحظوا مهم تفهموا حول محور وي حيل محور وي الرأسي هنقول 28 ضرب الزرع تبعنا نصة 75 طبعا بالاتجاه هذا لو فرضنا هذا الاتجاه هو الموجة بي يشاركوا لو فرضنا هذا الاتجاه هو الموجة حيقابلها مين؟ 28 ضرب نفس المسافة يبدأ راح يكمس له بعض في الاتجاه الـ Y في الوم من حول محور وي 28 ضرب 28 هذي راح يكمس له بعض ليش؟ لأنه نفس القيمة القوة ونفس الدراع وعكس بعض فبص الكلام مش موجودين بالغضاء يظل عندي بس مين؟ 14 في المسافة تبعتها هي نصة 75 14 في المسافة كلها 75 14 ضرب نصة 75 وهذه الحل هنا بس في غلط الحال هذا شباب يعني هي بس الإشارة غلط الناتج صحيح لهو عبارة عن 37.5 ضرب 14 هذي وهذه بالغبار هذي لا تنتم بالغبار لو عوضت انت في 37.5 ضرب 14 بيطلع معك القيمة الصحية 525 طيب بعد ذلك شواء يستضل عنا خلاص اني القيمة الثلاث عند الـ A وعند الـ B نفسنا نستغلق وانا نعوض B على A زاد أو ناقص B على A زاد أو ناقص MC على I زاد أو ناقص MC على I مره من ناتج من Z ومره ناتج من مين؟ من Y لو عوضنا القيم كل الشباب الموجودة عندنا الـ B لو الجمع تبعهم 70.3 وحسبناها بالأعلى عبارة عن 4.2 2.4.5 سالب 3 طبعا من نسبة لما نمونت حول محور Z من نسبة لنقطة A هاي نقطة A هاي نقطة A حول محور Z ستكون عبارة عن A عبارة عن Tension ستكون عبارة عن Compression اللهم صلاة بنا محمد سنعود إلى قيمة Moment الموجودة معنا بالأعلى اللي هو أيش كمان عندنا قيمة Y المسافة أبعا نصف 125 162.5 بس نحولها إلى متر على I Z بالنسبة للمومنت بالنسبة ل Y قيمتها موجودة Z نصف المسافة 75 37.5 بس نحولها I Y بالنسبة ل B نفس الشغلة آخر حال يا شباب المطلوب الثاني يعني سؤال خلاص كله قررنا أكثر من مرة الحال هذا الحال شباب كله بلزميش الحال هذا بديوا كيف نجيبها بنرسم خط رأسي وبناخده قيمتين هذول القيمة هذي القيمة هذي وقيمة هذي عند A و عند B ما شوما عند A و عند B القيمتين تخيل عنا خط رأسي زي هيك ونحن بقيمة الثلاثة با وقيمة الثلاثة با عكس بعض وبنوصل بينهم خط ومن تشبههم ثلاثة أسهل كثير من حل هذا وبطع نفس القيمة تسعة أربعة وتسعة حتى أنا حليت أطلع معي تسعة وتسعين فاصل تسعة تسعة تمام كيف شباب إن شاء الله بكم خلصنا شرح شبطر أربعة وإن شاء الله أي مسائل شباب صعبة أو شيء بتوجهكم حاول شباب تحلوا المسائل هذي بأيديكو أو لو محلته هاش حلوة شباب الواجب بأيديكو راح تلاول أن الأسئلة أخذتوا على الحل ورح تتهلوا إن شاء الله بالأسئلة الامتحان إن شاء الله وأي أسئلة إن شاء الله جاهزة أجاوب عليها بإذن الله